موسيقى السيكشن الرابع بينوان phase and group velocities بس قبل ما ندخل بالموضوع لابدنا نتابع هذا الفيديو حتى تتوضحيننا الأمور شوي ونشوف التطبيق العاملي على group waves حتى قليلا ثم تجد المثال ثم تجد المثال موسيقى 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 نمشيو موسيقى ربد من قلي MS كبار ما يكون Pulقowers الع quotes وهذا من ر lem нам Captain amazing و yes what I'm doing is lowering frequency of this tuning fork and the other one is staying the same and you should be able to hear What are really fast بنلاحظ ان الصوت اللي اسمعناه بالفيديو هو صوت الطريق group waves حتى نفهم ما هي group waves ومما تنتج هاي group waves في عندي هدول الموجتين الموجة الأولى والموجة الثانية التنتين نفس الأمبليتيود لكن بيختلفوا اختلاف بسيط بالفريكوانسي فهدول الموجتين بصير لهم تداخل طبعا التداخل ممكن يكون ثلاث أنواع إما تداخل هدام أو بناء أو ما بينهما تداخل الهدام الموجتين بلغوا بعض التداخل للبناء بصير في عندي موجة الأمبليتيود تبعها هو حاصل جمع الأمبليتيود للموجة الأولى والثانية أما النوع الثالث من التداخل بيكون تداخل مش هدام ولا بناء يعني الأمبليتيود الناتج للموجة النهائية ما بيكون ضعف الأمبليتيود الناتج عن الموجة الأولى أو الثانية بيكون بينهم فبالgroup velocity بيكون في عندي موجتين لهم نفس الأمبليتيود بسرين لهم تداخل هذا التداخل بنتج عندي إشي اسمه phase wave هاي الفيز ويف شكلها أمامنا الأمبليتيود تبعها مختلف عن الأمبليتيود للموجة الأولى والثانية وأيضا ترددها بختلف عن تردد الموجة الأولى والثانية هاي الفيز ويف بتحرك بالفيز فيلاستي واللي أخدنا قيمتها قيمتها تساوي سي تربيع على ذي لكن شو هلأخذ هذا الموضوع بالجروب فيلاستي أو بالجروب ويف الآن هاي الرسمة بتوضح لي الموضوع أكتر الموجات اللي باللون الأحمر هي الفيز ويف أما الموجات اللي باللون الأزرق هي الجروب ويف هاي الموجات اللي باللون الأزرق هي غلاف لا الفيز ويف وهذا الغلاف بشكل موجة فالصوت اللي سمعناه بالفيديو هو صوت اللي جروب ويف واللي هو صوت البيتس بنسميها بيتس أحيانا هي مش موجات تراكبت مع بعض لا هو غلاف لا الفيز ويف فاللي باللون الأحمر بسميها فيز ويف تمثل حركة موجة ناتجة عن تراكب موجتين لهما نفس الأمبليتيود لكن بيختلفوا في التردد أما اللي باللون الأزرق هي الجروب ويف تمثل حركة انفلوب تمثل حركة غشاء أو غلاف للموجات اللي باللون الأحمر للفيز ويف الجروب ويف هي نفس هالبيتس واللي معناها بالعربي انضغاط الآن لو بدي أعبر عن هذا الكلام رياضيا معادلة الموج الأولى رح أعبر عنها بي واي واحد ومعادلة الموج الثانية واي اثنين واي واحد تساوي اي في كوساين أوميغا تي ناقص كي اكس أوميغا اللي هي أنجولر فريكونسي ولي بقدر أعتبره انه هو التردد لكن بالحركة الدائرية أما الكي هو مرتبط بالويفلينكس فالأوميغا والكي هو مرتبطين مع بعض يعني إذا تغيرت الأوميغا رح تتغير كي وذا تأثرت أوميغا بمؤثر فالكي أيضا رح يتأثر بنفس المؤثر أيضا Y2 هي معادلة الموجة الثانية اللي بتختلف عن الموجة الأولى بتردد بسيط جدا فرح يكون تردد الموجة الثانية هو أوميغا زائد دلتا أوميغا دلتا أوميغا هو مقدار الاختلاف مقدار الزيادة عن أوميغا أوميغا اللي هو تردد الموجة الأولى دلتا أوميغا مقدار الزيادة عن تردد الموجة الأولى فبقدر أعبر عن تردد أو تردد الزاوية عفوا للموجة الثانية بأوميغا زائد دلتا أوميغا أيضاً K نفس الإشي K للموج الثاني بيختلف عن K للموج الأولى بمقدار بسيط بقدر أعتبره دلتا K وهذا المقدار بسيط جداً دي أطلع معادلة الموج النهائية بدي أطلع معادلة الفيز ويف معادلة الفيز ويف لناتجة من تراكب الموج الأولى والثانية فY تساوي Y1 زائد Y2 الآن حسب هاي المتطابقة المتطابقة المسلسية كوسين ألف زائد كوسين بيتا تساوي 2 كوسين نصف ألف زائد بيتا في كوسين نصف ألف ناقص بيتا فبتطلع عندي Y تساوي 2A كوسين نصف 2 أميجا زائد دلتا أميجا في T ناقص 2K زائد دلتا K في X في كوسين نصف دلتا أميجا T ناقص دلتا K في X الآن حكينا إنه دلتا X و دلتا أميجا هي قيمة كتير صغيرة مقارنة بأميجا فأنا بقدر أهملها ف2 أميجا زائد دلتا أميجا تعطيني 2 أميجا وأيضا 2K زائد دلتا K تساوي 2K الآن المعادلة 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 وهي نفسها لجروب ويفز تساوي المعادلة اللي طلعناها 2A في كوسين أميجا X ناقص KX في كوسين دلتا أميجا على 2 ضرب T ناقص دلتا K على 2 ضرب X الفيز فيلوسيتي تساوي أميجا على K والجروب فيلوسيتي تساوي دلتا أميجا على دلتا K وبما أنه دلتا أميجا ودلتا K هم بتغيروا ليش بتغيروا؟ لأنه زي ما بتلاحظ بالرسمة أنه الرسمة الحمرة أو الموجات اللون الأحمر عم تتغير هي مش ثابتة الأمبليتيو تباها عم بتغير فبالتالي التردد عم بتغير وK أيضا عم بتغير وبما أنه الفيز ويف عم تتغير إذن الجروب أيضا ويف رح تتغير لأنه الجروب ويف هي عبارة عن غلاف للفيز ويف فكل ما تتغير الوايف فيز رح تتغير معاها الجروب ويف فدلتا أميجا ودلتا K هم قيم بتتغير باستمرار فبقدر أعبر عن الجروب فيلوسيتي بمشتقة أميجا على مشتقة K لكن ما هي الأميجا؟ الأميجا هي عبارة عن 2πμ وميو هو غاما في m في سي تربيع على H طبعا من علاقة الطاقة فانجل الفريكونسي اللي هي أميجا لأمواج ديبرولي تساوي 2πmc² على H وفكينا القاما اللي هي واحد على جذر واحد ناقص في تربيع على C تربيع أيضا K يساوي 2π على لمدة ولمدة تساوي قاما في m في V على H فالويف نمبر K يساوي 2πm في V على H في جذر واحد ناقص في تربيع على C تربيع الآن الجروب فيلوسيتي هي مشتقة أميجا على مشتقة K واللي بتغير في أميجا وفي K أيضا هو V لأنه البي ثابت والم ثابت والH أيضا ثابت فهي مشتقة أميجا بالنسبة للسرعة ومشتقة K بالنسبة للسرعة الآن بعد ما نشتق أميجا ونشتق K ونقسمهم على بعض تعطيني VG الجروب فيلوسيتي تساوي V V هي سرعة الجسم الذي ينتج أمواج ديبرولي وزي ما بنعرف أن الفيز فيلوسيتي يساوي أميجا على K والذي يساوي أيضا C سكوير على V الآن المثال 3-3 نرضي الأدنobject بناء كالكاليتك إنرجي كالكاليتك إنرجي بنيحسبها من العلاقة اللي أمامنا كي تساوي E-E 네 للتو التال الإ enemرجي ناقص الرست إنرجي الرست إنرجي للأcش sense معروف مش بحاجة أحسبه لكن يبقى عندي Total Energy PC تساوي HC على لمدة هاي العلاقة من وان جبتها؟ جبتها من DeepRoulet WaveLength اللي هي أصلاً P تساوي HC على لمدة بضرب الطرفين PC فبتعطيني الناتج يساوي 620 كيلو إلكترون فولت الآن ليش طلعت PC؟ لأنه قانون Total Energy يساوي جذر تربيع إلى E تربيع E NOT تربيع زائد PC تربيع و E NOT معروفة قلنا فضل عند PC طلعناها تساوي 620 كيلو إلكترون فولت فالآن بطبق على المعادلة KE تساوي 803 كيلو إلكترون فولت ناقص 511 كيلو إلكترون فولت ويساوي 292 كيلو إلكترون فولت الآن بده الـ Group Velocity قلنا الـ Group Velocity هي يساوي V اللي هي سرعة الإلكترون سرعة الجسم اللي ينتج عندي أمواج فسرعة الإلكترون من وان بدي أطلعها بقدر أطلعها من العلاقة E تساوي E NOT على جذر التربيع إلى 1 ناقص V تربيع على C تربيع كل القيم موجودة E موجودة و E NOT موجودة فلما بطبق على العلاقة بتطلع V تساوي 0.7C أما الـ Phase Velocity هي C تربيع على V C تربيع ثابت مقصومتنا على 0.7 وتساوي 1.3C وهيك بيكون خلص درسنا لليوم يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر